عربي سيدوت هناك من لهم ما زال يقول هذا الرأي لأنه في النهاية كان هناك إنقاذ لأنه كان ربما لو جاء الفيس لكان الوضع أسوأ من الوضع الذي تعيشه الجسم بالمناسبة أبل أيضا أرد التحية لأخ جاعدي منور شوف كأن هناك أشياء منطقية وعقلانية يعني يعرفها الإنسان بالعقل وبالمنطق بدون أدنى شيء آخر بالفطرة لأنه بشر الآن بعد 27 سنة اليوم عندنا 27 سنة ويوم بعد الانقلاب بالمناسبة لم يكن فقط وقف مصار انتخابي كما يقولون كان انقلاب ثلاثي لأنه كان وقف مصار انتخابي لو كان لغوا الانتخابات وخلوا الدستور وخلوا الرئيس لكن أن تطيح برئيس منتخب سواء اتفقنا واختلفنا حول انتخاب ولكن كان منتخب أن تلغي دستور كان الشعب استفتي عليه قبل بسنتين في فبراير 89 وأن تلغي الانتخابات التي كانت جارة للتوام لم تعد وقف مصار انتخابي هذا انقلاب ثلاثي الأبعاد هذا واحد الأمر الثاني بعد 27 سنة الآن هل وضع الجزائر في 91 و92 قبل الانقلاب أو يوم الانقلاب أفضل أم بعد 27 سنة الجميع يتفق أنه بعد 27 سنة هناك كوارث طيب ولكن الذين ما زالوا يحللون يقولون أنه الجزائر أفضل من أفغانستان أنتظرني أني جايك الذين يتحدثون على الجزائر أفضل من أفغانستان لا أحد لا بشر يعرف ما لم يكن كيف كان سيكون لو كان هذا لو تروح لأي إنسان منطقي عقلا يقول لك لا أحد يعرف ما لم يكن كيف كان يكون لو كان إذن هم هذا تفسير تصور ممكن لماذا لما نقولوش باللي كانت تكون مثل تركيا اليوم خاصة أن الجبال الإسلامية لو رجعنا لقائمة الفائزين شوف أنا مانيش فيس وعمري لا كنت فيس وعمري لا نكون فيس لكن هناك الحقيقة الإنصاف المواقف اللي تبقى التاريخ اللي كثير تخصهم وما يقفوهاش أمامهم الذين كانوا موجودين في القوائم لو رحنا الآن شفناهم تجد أن الأغلبية الغالبة كان عنده أقل شيء لسانس أكثريتهم عنده ماجيستان وكثيرين عندهم دكتوراء كثيرين مش فقط دكتوراء كثيرين كانوا كبار متخصصين في مجالاتهم معينة واحد رياضي كبير في الرياضيات واحد فيزياء كبير في الفيزياء وكانوا على مستوى عالمي لكن هناك ما نقول الخطاب كان كذلك يخيف البعض الخطاب لو تسمع أنت الخطابات وانت عايش في بريطانيا الآن منذ فترة طويلة تسمع خطابات الأحزاب قبل الانتخابات تقول أنت وشنا هذه يعني حزب العمال يهاجم حزب المحافظين ويتهمه حزب المحافظين يهاجم حزب العمال ويقول له أنت خطر على الأمن القومي يعني في تصريحات رسمية يقول كاميرون لكوربين أنت خطر على الأمن القومي يجب حزبك أن يطردك قبل الانتخابات الناس صرح بما تشاء لكن بعد الانتخابات يجي الواقع إذن هذا هو الوقع الوقع هل الناس اللي كانوا في القوائم هل البلاديات من سنة التسعين من جوانت وتسعين إلى جوانت في ثين وتسعين كانت أفضل أم من بعد هاي المقارنة الحقيقية المقارنة بمواقع هل كان الحل هو الانخلاب إذا كان الاستهداف أن هؤلاء بالنسبة لهم للذين تأخذوا القرار خطر أي تحمد خرجا مثلما ذكرت في مضاهرة يقول لا للدولة البوليسية ولا للدولة الدينية ولكنه رفض الانقلاب وكذلك مهري الذي خسر كان الحزب الحاكم أساسا قبل ذلك بالضبط وها هي مواقف الناس المنصفين أي تحمد خذى 25 مقعد جبه الإسلامي خذى 188 مقعد وكانت في الدور الثاني ستأخذ على الأقل شيء مقارن الآفلان خذى 16 مقعد وثلاث مقعد مستقلين في غردايا أو تغرديت كما يشأل الأخواني في غردايا سموها كما شئتم القضية هي هنا الحزبين الخاسرين من قوسين قالوا لا نفضل أن يفوز من اختاره الشعب ونتعارك نتعارك على السياسة وهناك في هذا الصدد هناك الاتهام الفيسي أنه كان يريد السيطرة شهادة مهمة ليحمد طالب الإبار الذي يقول أن الفيسي أنه حشان يبلغه وأبلغته وأبلغوها للقيادة العسكرية بن قوسين كابرانات مع احترامي الكابرانات الجزائر كابرانات فرنسا لم نكون لها قيادة عسكرية ولم ليسوا قيادة عسكرية ولكن هذي كذلك هناك نوع من لا 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 سبعة من الثمانية اللي قاموا بالانقلاب ولكن من دعم الانقلاب كذلك مقدم المجاهدين مقدمات الثورية وغيرها شيء آخر هذا نجيك نقول لك علش لكن السبعة من الثمانية اللي قاموا بالانقلاب باستثناء توفيق اللي لم يكون ضابط مخابرات ضابط سابق في الجيش الفرنسي سبعة كانوا صف ضابط أو ضابط ونزيدك في نزار قايد الانقلاب ما هو شو نضم لفرنسا قبل بداية الثورة نضم لها بعد الثورة بسنتين في ستة وخمسين حين كان الشاوية الأحرار يفجرون الأرض تحت تحت أقدام المستعمر الفرنسي التحق سيد نزار بالجيش الفرنسي بالرغم أنه منطقة الشاوية كانت هي قلب الثورة يوميا طيب نربط على ذلك النزار طبعا نربط المال حاضم تعشرتي للحاضم خلط نزار الآن في آخر تصريعات ويقول بأنه ربما الأفضل للجزائر هو مجلس تأسيسي لماذا إذن كل هذه الدماء لم يكن اعتبار ذلك مجلس تأسيسي نعم قالها قبل سنة وسنة ونصف نفس الشيء اللي كانوا قالوه ناس في الستينات في الاثنين وستين ثلاثة وستين أي تحمد بوظياف كانوا قالوا منذروا مجلس تأسيسي نفس الشيء اللي قالوه فيما بعد نفس الشيء اللي اقترحوه جماعة الجبه الإسلامية نفس الشيء معناها بعد خراب الجزائر يعود قائد الانقلاب ويقول هذا الكلام ويقول الرجل اللي كان يسموه المخ محمد تواتي وكان أحد قادة الانقلاب يقول لو لا الانقلاب لما كان الإرهاب طيب وانت تعرف ان هذا كان في عنوان كبير في جانية الخبر قبل سنتين أو سنتين ونصف وكانت في تصريح لقنات فرنسية تصريح موثق نعم هناك أشياء كثيرة كثيرة تقال نعم وشهادة طلب الإبراهيمي شهادة مركزية أساسية نعم قدر حشاني رحمه الله كان عملاقا في تفكيره قال لم نكن قال لم يريد لا الحكومة لا رئاس الحكومة ولا كل الوزرات كان يريد ثلاث وزرات العادل الشؤون الاجتماعية وشؤون التربوية لأن هذه الأساس اللي رأي مدمر اليوم في الجزائر لكن للأسف أخذونا لجريمة حقيقية وكانوا يعرفون أنت أشرت لما قالهم عمر فراح في لسوار دالجيري وما قالهم من الزر كانوا يعرفون على الأقل أن 60 ألف جزائري سيقتل ترجمة نانسي قنقر